اهلا بكم إلى عين على اوروبا تتزايد عواقب الاحتباس الحراري بشكل ملحوظ هنا في اوروبا وتظهر نتائجه واضحة على شكل موجات حرارة وجفاف وحرائق ومنها حرائق غابات هددت حياة آلاف البرتغاليين عام 2017 زحف للنيراني وقف أمامه عمال الإنقاذ عاجزين وعزل السكان عن محيطهم وأسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص في ذلك الوقت هذه الفتاة البرتغالية تتساءل ما نوع العالم الذي سنورثه للأجيال القادمة وترى هي وخمسة ناشئين برتغاليين آخرين أن حياة الكثيرين في خطر بسبب تقاعص الحكومات الأوروبية عن إنقاذ المناخ لذلك قرر هؤلاء الفتيان والفتيات رفع دعوة قضائية ضد حكومات 33 دولة أوروبية بهدف الضغط عليها من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من التغير المناخي منظر الأشجار المحترقة يكاد يفقدها رجدها كلاوديا دوارت أكوستينيو لتزال تتذكر جيدا الفترة التي كانت فيها الخضرة سائدة هنا على ساحل المحيط الأطلسي في البرتغال لكن أشجار الصناوبر ماتت بسبب حرائق الغابات من المحزن مشاهدة هذا المكان الجميل بهذه الحال المدمرة وقد تحول لرمز لإمكانية تكرار ما حدث ليس هنا فقط بل في كل مكان على كوكبنا وعلينا مكافحة ذلك الآن حرائق الغابات في البرتغال تتكرر كما في عام 2017 حيث وقعت أسوأ حرائق غابات في تاريخ البلاد مات 110 أشخاص وأصيب الكثيرون هنا حيث يزداد الجفاف وتشتد الحرارة يغض انتشار النيران سهلا التغير المناخي سبب ذلك كما تقول كلاوديا لذلك بدأت الشابة التي تسكن في ليريا بتنظيم مظاهرات في البداية لكنها لم تحدث أي تغيير يذكر لذا رفعت دعوة على نصف البلدان الأوروبية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفعت دعوة على 33 بلدا لأني أرغب بالعيش في عالم معافى دون مخاطر يشاركها أخوها وأختها وثلاثة أصدقاء أخوها مارتين في الثامنة عشرة من عمره ويعاني من الربو يقولون إن المزيد من الأشخاص يصابون بالأمراض هنا بسبب ارتفاع درجات الحرارة والحرائق التغير المناخي أدى لتفاقم مشاكل التنفس لدى البشر وحال أمثالي تسوء بالطراض يدعم الأب والأم دعوة ابنتهما تيريزا موتا في السبعة والأربعين من عمرها وقد ترارعت في ألمانيا وتقول إنها كانت تعيش دون هموم لكنها تفهم مخاوف أولادها وهي تسعد بتصنيف محكمة شتراسبورغ الدعوة على أنها عاجلة لدي طفلة في تاسعة من عمرها أيضا كيف سيكون مستقبلها؟ أشعر بالذنب لم أفعل أي شيء للتصدي لتغير المناخي لذلك فقد ساهمت فيه ولم أواجه المتسببين فيه كما يفعل أولادي الآن لذلك أشعر بتأنيب الضمير كلاوديا لا تلوم الأجيال السابقة ففي نهاية لم يدرك الوضع لكنها تعتبر الذين ما زالوا ينكلون التغير المناخي مخادعين لأنفسهم أعتقد أن من لا يمنون بحدوث التغير المناخي يعانون من مشاعر ذنب كبيرة إنهم ينكرون الواقع فالاعتراف بما يتعرض له كوكبنا يسبب الألم الشديد غمت Global Legal Action Network الإيرلندية لحقوق الإنسان متخصصة في مثل هذه الدعاوة القضائية استراتيجية المحامي جيري ليستن وفريقه كانت محفوفة بالمجازفة كان بإمكان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تحيل الدعاوة لمحاكم البلدان الأعضاء لكن القضاة قبلوا دعوة الشاب إذا لم تلتزم الحكومة بالمعايير البيئية وبتقليل الانبعاثات للحيلولة دون وقوع كوارث بيئية فإن تصرفاتها هذه ستؤدي لظهور تمييز ضد فئات عمرية محددة من السكان أي أنها تعرض مستقبل وأوطان الأجيال الشابة لمخاطر كبيرة صور كهذه تظهر ما يعنيه المحامي الذي ينوه للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية باريس للمناخ لأجل إبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض لما دون درجتين مئويتين بحسب الاتفاقية ينبغي على البلدان تقليل غازات الدفيئة بدرجات أعلى بكثير لوديا متفائلة من أن تحقيق هذا الهدف ممكن لأن الضغط على الحكومات سيستمر بما فيه دعواها كثيرون يشكروننا على ما نقوم به وذلك يمنحني سعادة كبيرة لا تزال الطريق أمامنا طويلة نحن بحاجة إلى جهود كبيرة الآن ففي النهاية نرغب بتحقيق تغيير موعد النطق بالحكم ما زال غير معروف لأن الدول الثلاثة والثلاثين اعتبرت دعوة كلاوديا ورفاقها غير قانونية سيتعين على الحكومات الأوروبية اتخاذ موقف رسمي تجاه تغيير المناخ بحلول نهاية مايو 2021 وذلك بإعاز من المحكمة إنشاء مراوح توليد الكهرباء بالرياح في بحر الشمال وبحر البلطيق في ألمانيا تقف أمامه عراقل كبيرة ومنها متفجرات وذخائر غارقة في أعماق هذين البحرين وهي أكثر من مليون ونصف المليون طن من مخلفات الحربين العالميتين الأولى والثانية تم تجاهلها لسنوات طويلة مضيق البوسفور يتمتع بأهمية كبيرة لتركيا وروسيا باعتباره بوابة استراتيجية لعبور سفن تجارية وسياحية وحتى حربية أحد الأتراك لديه هواية فريدة وهي مراقبة هذه السفن هواية ليس هدفها فقط المتعة بل أيضا التنبؤ من خلال ذلك بمجريات السياسات الدولية الكبرى قد يبدو سائحا وهو يتنقل في مضيق البوسفور بالعبارة مرا بروائع إسطنبول لكن يوروك أشوك موجود هنا لمراقبة السفن حيث يعبر مضيق البوسفور نحو خمسين ألف سفينة سنويا الغالبية منها عادية لكنها ليست كذلك بالنسبة له فلكل سفينة قصتها الخاصة سفينة شحن كهذه مثلا تبحر غالبا إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا أنا مهتم بما يجري هناك وأتساءل هل تتوجه إلى الوجهة المحددة رسميا فعلا وهل حمولتها الفعلية كتلك المذكورة في الأوراق يعتبر البوسفور الذي يربط البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط من أهم المطائق العالمية طوله ثلاثون كيلومتر ولطالما استعرضت القوى العظمى عضلاتها هنا حسب أشوك من نسبة لسفن نيتو يعتبر المدخل إلى البحر الأسود مهما وفي المقابل هو مهم استراتيجيا لروسيا لأنه منفذها إلى الغرب وبحر إيجا والبحر المتوسط بعد أيام يعطينا أشوك مثانا على ذلك أثناء التوترات الأخيرة في الأزمة الأوكرانية كانت السفن الروسية الحربية تعبر البوسفور باتجاه البحر الأسود وبعدها اكتشف سفينة شحن مدنية تحمل أسلحة للناتو كانت في طريقها إلى ميناء الروماني على البحر الأسود كما يقول في نهاية جوالاته في مضيق البوسفور يسرع إيجوك عائدا إلى المنزل لينشر اكتشافاته وصوره بأسرع وقت ممكن على موقع تويتر حاله حال راصدين كوثر ممن يتواصل إيجوك معهم ولطالما كشفت مراقبته للوضع النقاب عن أشياء حساسة التدخل الروسي في الأزمة السورية كان واضحا من خلال تزايد عبور السفن الحربية لمضيق البوسفور كان بإمكان التعرف على حجم السلاح على متن تلك السفن وإلى جانب السفن الحربية تبين لنا أيضا أن هناك سفن مدنية تنقل الأسلحة إلى سوريا تهريب السلاح ونقل القمامة غير الشرعي وشحن غير لائق للحيوانات إيجوك الذي يعمل مستشار شركات رصد بعض تلك السفن ويقول بأن هذا ليس تجسسا فهو يحصل على المعلومات من مصادر متوفرة للرأي العام ولا يخشى تعرضه للمساءلة في تركيا بسبب نشر هذه المعلومات ليس بعد تركيا تمر بمرحلة صعبة فيما يخص حرية التعبير من جهة أخرى أحاول على تويتر عدم الإشارة قدر المستطاع إلى الأمور السياسية شرفة منزلي إيجوك تتيح له رؤية ما يجري في مضيق البوسبور من خلال كاميرات تعمل على مدار الساعة كزملائه المراقبين في الخارج لسنا بحاجة لتحذير بعضنا مسبقا فعندما ترس سفينة في مكان ما أعرف متى ستصل إلى البوسبور بل أعرف السرعة التي تبحر بها بعض السفن إذن عندما تتوارى السياسة الدولية خلف السفن العابرة للمضيق في إسطنبول يكشفها مراقب البوسبور يوروك إشوك تتمتع الصين بعلاقات اقتصادية جيدة مع بلدان أوروبية مثل سويسرا لكن هذا يشكل ضغط كبيرا على منفر من ملاحقة السلطات الصينية لهم حتى في أوروبا كأفراد من أقلية التبت يخشون من ملاحقة الذراع بكين الطويلة لهم في سويسرا وذلك رغم انتقاد الحكومة السويسرية لانتهاكات حقوق الإنسان في حق أقلية التبت في الصين هدوء من أجل الصلاة معبد بوذي على بعد ساعة بالسيارة شمال زيورخ تينسين وهو اسم مستعار نشأ في التبت ويأتي باستمرار إلى المعبد قاعة الصلاة تذكره بشبابه الذي قضاه في أحد المعابد حيث كان كل شيء سهلا الحياة السهل انتهت عندما بدأت قوات الأمن الصينية بمضايقة الكهنة كنا نتعرض يوميا للمضايقة والقمع ومصادرة حريتنا اعتردت من خلال رفع ملصق أصدقاؤه أبلغوا بأن الشرطة تبحث عنها فهرب إلى سويسرا حيث يعيش آلاف اللاجئين من التبت تينسين يعيش منذ سبع سنوات في سويسرا وقد أسس عائلة وهو مستمر في أداء الصلاة والمحافظة على التقاديد أريد البقاء في سويسرا والعمل ممرضا وتأمين قوط عائلتي والاستمتاع بحياة عادية رفض حتى الآن طلبا لجوء لعائلته لأن تينسين دخل عبر بلد آمن إلى سويسرا والبحث جار للنظر في حل إنساني لوضعه وبعض الأصدقاء يساعدونه في الإجراءات الإدارية نحاول دعمهم عبر المنظمات التبتية هنا على سبيل المثال من خلال شبكة العرابين لتسهيل حياتهم اليومية الفارون التبتيون في سويسرا يعتبرون في الصين معارضين في سويسرا فقط كان لبكين حتى عام 2020 الحق في إرسال رجال أمن للتنسيق مع السلطات المحلية والتعرف على هوية المواطنين الصينيين خطوة موجهت بالرفض حتى من خبراء بالشأن الصيني سويسرا أثارت جذلا بسبب توقيعها اتفاقا لمساعدة السلطات الصينية في تحديد هوية طالبين لجوء الصينيين المرفوضة لطلباتهم وكانت هناك مخاوف من تأثير ذلك على اللاجئين التبتيين التلفاز السويسري نقل المربح للشركات في البلدين شركات التصدير السويسرية يمكنها الحفاظ على حصتها في السوق بل وزيادتها لكن الصينيين أيضا أصبحوا أكثر نشاطا في التصدير إلى سويسرا وهذه فائدة للطرفين لكن المصالح الاقتصادية وحقوق الإنسان في نفس الوقت يتطلب موازنة بين الأمرين في سويسرا والساسة أصبحوا أكثر حذرا أحرزنا تقدما جيدا لكن تبين لنا أيضا أن اتفاقية التجارة الحرة بحاجة لتطوير وتحديد المسألة حقوق الإنسان التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار عندما نتحدث عن مجمل العلاقة مع الصين الصين ترغب في تمديد اتفاقية السماح بالكشف عن هوية اللاجئين والتعاون التجاري المربح قد يضغط على سويسرا وهو ما يخشاه المنتقدون الصين تظهر بشكل متزايد بشكل استبدادي وتفرض سياستها الاقتصادية وسياسة التعامل مع اللاجئين وهنا على سويسرا التعامل مع ذلك بصرامة وبشكل أكثر تنسيقا تنسين يأمل أيضا أن يكون هناك موقف واضح من سويسرا منذ سبع سنوات لم أرى والدي وعائلتي وأصدقائي ولا تواصل بيننا وأنا في غاية الحزن وبسبب الخوف على سلامتهم لم يتواصل منذ هروبه مع أقربائه الذين لا يعلمون أيضا بأن لديه الآن عائلة في سويسرا وإلى قصتنا الختامية معلم فرنسي على جسده وشم من أعلى رأسه وحتى أخمص قدميه معلم يروج لقيم التسامح في مدرسته لكن هل يخاف بعض التلاميذ من شكله الموشوم؟ وهل مسموح لهذا المعلم بالتدريس جميع تلاميذ المدرسة؟ وشم الجسد هو عملية قد تكون مؤلمة ومكلفة كما تبقى الوشم على جسم صاحبها مدى الحياة ختام عين على أوروبا ولكم مني ومن طاقم العمل أطيب المنا اشتركوا في القناة